بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد ما تكلمنا عن الفايل بوت كونتنتس هنتكلم نهاردة ان شاء الله عن الفايل جيت كونتنتس. ده هي طبعا عكسها على طول. تانية بتحط محتوى. دي بتجيب المحتوى. هكتب فايل جيت كونتنتس. وهنروح مع بعض نكتب السنتكس الخاص بيها قبل ما ندخل في اي حاجة. الفايل جيت كونتنتس يا جماعة مش بس بتجيب آآ فايل زي الفايل بوت. لا ممكن كمان تجيب لك يو ار ال موقع انترنت. هو كنت عملت بيها شغلة حلوة جدا. كان زمان قبل الاف اوبن والحاجات دي. آآ كان في ناس قبل الاسكريبتات اللي بتجيب لك محتوى من مواقع تاني. كان في ناس بتجيب الاخبار بالطريقة دي. يروح عند مسلا ديف معين او سطر معين يجيب منه الخبر. محيس كل ما تفتح الصفحة يجيب لك الخبر من موقع ده والكلام ده. طيب بتقبل الباس ده هو الحاجة الوحيدة الاجباري اللي انت لازم تكتبها. الباقي كله انت مش محتاج تكتبه. كل اوبشنال اللي قولنا عليه بازن الله هندخل هنتكلم عليه لما نتعمك في شوية ونتعمك في والحاجات دي كلها. علشان هو اللي بعده هم دول هنتكلم عنهم في المستقبل زي ما قولنا في الدرس اللي فات. اللي هنفهمه النهاردة بازن الله هو الباس اللي انت هتجيبه وغير الباس اللي انت هتبدأ تقرأ من عنده والماكس اللي هو انت عايز تقرأ قد ايه من الفايل بتاعك ده. هناخد المسال على طول وندخل مع بعض مباشرة ونكتب ايكو هنتبع الفايل جيت كونتنتس. وجوه الفايل جيت كونتنتس. انا مش هكتب اسم فايل معين. انا هكتب اتش تي تي بي اسم الموقع بتاعي. دابل 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 دوت الزيرو دوت انفو. وهروح اشوف الفايل جيت كونتنتس هتجيب لي ايه في الصفحة التعاطي. ريلود. طبعا اكتبت اسم الفايل يا جماعة. في تي زيادة. مش مشكلة ها. هادي الفايل. جاب لي زي ما انتم شايفين الموقع بتاعي كامل. طبعا من غير تونسيقات ولا اي حاجة. جاب لي المحتوى بتاع الصفحة كله بالشكل ده. شايفين? ما جاب ليش طبعا دي. دي طبعا محطوطة لينك فرعي جوه الموقع هناك فمش تشتغل. لكن جاب لي كل حاجة في الموقع. كل حاجة انا كتبها جابها لي. كل موجود جابه لي. يعني فايل جيت كونتنتس مش بس بتجيب لك. آآ فايل موجود هنا وكده لا ده بيجيب لك كمان الويب سايت موجود او لينك خارجي او اي حاجة. هكتب انا هنا فايل اسمه ريد. وهكتب جواه. hello this is file can be read by php مسلا. اي فايل زي ما انتم شايفين ما فيهوش مشكلة اكتب فيه اي حاجة. وهروح بعدها للفايل جيت كونتنتس. احط اللينك. لا احط بقى المرة دي. read dot text. واروح اشوف هيجيب لي ايف صفحتي. جاب لي كلمة هلو او جملة hello this is fire can be read by php زي ما انتم شايفين. وكده عارفنا ازاي نقرأ الملف عن طريق الباس بتاعه. الباس اكباري لازم تكتبه. هنيجي عند الانكلود باس والكونتكست. احنا قولنا نتكلم عنهم في المستقبل بتستعيد عنهم بالفولس للانكلود باس والنال فولس او نال هنا وتكتبها عشان تعدي عليهم احنا مش عايزين هم عايزين مش عايزين نتكلم عن الستوريم دلوقتي. عايزين بس الناس تفهم والله يا جماعة انا مش عايز ادخلكم في الحاجات دي لانها طويلة وهتخليكم نفسها ممكن ما تفهموهاش. فخلينا نعرف الاساس وبعد كده كل حاجة في الدنيا هنشرحها مش هنسيب حاجة مش هنشرحها. بعد كده يا جماعة اللي انا هبدأ من عنده. هبدأ منين? انا عايز ابدأ اقرأ منين? من عند الافست رقم كام? من عند الاندكس رقم كام? عايز اقرأ من اول كلمة مثلا. فهاجي خلونا نشوف الاركام لما اقوله مثلا. خمسة ستة. هقوله من اول ستة. مثلا. لو انت ما كتبتهاش. لو ما قلتلوش نعايز اقرأ دي هيقرأ من اول الافست اللي انت كتبته لحد اخر الملف بتاعك. هروح اشوف. كتب لي this is file can be read by php. طب فين هلو? مفيش هلو? جاب لي من اول على طول شايفين? مفيش هلو. عشان انا قلت له رقم ستة. من اول رقم ستة. من اول الافست رقم ستة. طب لو قلت له مثلا سبعة. نجرب مع بعض. بصوا. شال تي. يعني انا عايز اجيب من اول تي. طب معنا كده تمانية تسع عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. تعال نقول له مسلا اربعتاشر. ولو هشوف الصفحة بتاعتي. كتب لي file can be read by php. طب انا عايز اقرأ لحد فين? انا عايز اقول له مسلا. عايز تقرأ من اول فين? يعني عايز تقرأ ايه بالزبط? عايز اقرأ مسلا عشرة. عشرة لترز مسلا. شايفين? طبعا يا جماعة وبياخد مسافات اللي قبل والبعد فبالتالي مش هتلاقي عدد الحروف عندك عشرة زي ما انت شايف. file can be بصوا حرف البي بس. هخليه مسلا تسعة. واعمل يلود كتب لي file can. علشان تتأكد من file can دي بدل ما تكتب ايكو اعمل variable dump. هعمل عشان اشوف هاديني ايه? هاديني وكم حرف والكلام ده كله. اهو عشان تتأكد ان انت صح. شايف عمل ايه? file. من اول اف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. شايفين? تسعة اهو. file can. تسعة. كده انت عرفت ان انت ماشي في السليم. مش بيكتب لك حاجة اي كلام وخلص انا طلبت منه كام? طلبت منه تسعة. طب لو طلبت منه عشرة وهاجي هنا في قال لي عشرة. شايفين? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. خد عشر حروف من اول الرقم اربعة عشر. ايما انا عرفت بالفايل يا جماعة عايز اقرأ كلمة معينة من اول حتة لحد حتة معينة وبعد ما اجيبها انا في متغير معين هروح حاطتها بالفايل في ملف تاني. نعمل التمرين ده بسرعة قبل ما نقفل الدرس. هاجي انا هنا هقول له هلو ايام اسامة ده ملف الريد وعندي انا ملف اسمه مسلا هنا رايت دوت تيكست. جوه انا هنا مش محتاج الفار انا قلت عايز اقول له خليني الاول اجيب منه اسامة دي واحدة عشان اعرفها. اسامة فين? ادي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر مسلا. عايز اقول له بدأ لي من اول حداشر. اهو. جاب لي. لأ انا عايز من اول عشرة عشان يجيب حرف الاو. اهو طبعا كتير مش عايزه يقرى عشرة. انا عايزه بس يقرى مسلا خمسة. عايز يقرى بس اسمي. اهو اسامة. ارى لي اسمي من وسط ده كله. بعد ما يقرى لي اسمي. جوه فايل معين. فايل بيساوي او مسلا نقول له نيم. بيساوي فايل جيت كونتنس. مسلا. وبعد كده اقول له فايل بوت كونتنس. هحط الكنتنس بتاعتي فين? جوه ملف اسمه رايت. دوت تيكست. هحط جوه ايه? هحط جوه النايم بتاعي اللي هو جابه من ملف الاولاني. هو اروح كده اعمل مفيش اي حاجة هنا لكن فيه هنا ريد ورايت. هروح هفتح الرايت اشوفها. كتب لي جوها اسامة زي ما انتم شايفين. وعشان تتأكدهم التمرين هشيل اسامة دي وخليها مسلا. احمد اس مسلا. عشان تبقى خمسة زيها زي اسامة. هو روح اعمل اهو. واشوف هيشلي من جوه الريد احمد اس ويحطها لي جوه الرايت اهي. احمد اه هي اصلا احمد خمسة. انا زودت حرف يا جماعة. احمد اصلا خمس حروف زي اهي. ممكن نجرب اسم تاني. سامح خمس حروف اهو. هيشلي سامح من جوه الريد. وهيحطه لي جوه الرايت سامح اهو. وكده عارفنا ازاي نستخدم الفايل جيت كونتنت. وعارفنا ازاي ناخد الكونتنت من ملف الريد. ونحطها بالفايل جوه الرايت. وعارفنا عن طريق الفايل جيت كونتنت. ازاي اقرأ من مكان معين. واقرأ قد ايه? او اشيل الخمسة دي واخليه اقراضي لحد اخر الصفحة. بازن الله جماعة لو فهمتوا الحاجات دي مية في المية. عواعدكم بتطبيقات عليها رهيبة. هتعملوا بيها شغل كتير جدا جدا بازن الله. يارب الدرس يكون مسير وسهل واعجابكم. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد. وشكرا.